كان الخال والد لكنه أصبح القاتل وفي وضح النهار طفلان صغيران يقتلان على يد خالهم رميا بالرصاص مراد وملاك أعمارهم بنحو عشر سنوات قتلوا داخل بيتهم جريمة مروعة حصلت في منطقة معسكر الرشيد ببغداد والرواية بحسب أهالي المنطقة البنية أصغر من الولد لقينهم مددين مكتولين واحد حاط بي ثلاث طلقات وابن حاط بي ثلاث طلقات وميسين لقينهم طب وانعلام لقينهم العياط والهو سولها يا بس صيح شن هو حاتم كثلهم حاتم كثلهم حاتم خوش ولد هو خالهم طفال صغر أي والله كثلهم وشاردهم شافلني يا إن شاء الله أنتك واحد يقتل طفاله بعد قط أولاد شقيقته زرع الخوف عند أهالي المنطقة الأهالي يطالبون بتكثيف تواجد الأجهزة الأمنية داخل المنطقة خصوصا وأن أسباب الجريمة ما تزل مبهما لغاية الآن وبعد الجريمة بساعات تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على المتهم الهارب بعد ملاحقته فيما تبقى القضية رهن التقيق لبيان ملابساتها من العاصمة بغداد بدر ركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر